أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثامنة والعشرين من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية القباجي الغربية بمحافظة الأكسر وذلك بمشرقة 71 تيانا من التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 71 ألف مستفيد تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين حيث تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات وتركيب أجهزة تعوضية وحملات توعوية بكرت الخدمة المتكاملة لذوي الهمم بالإضافة لكشف المبكر عن سرطان الثدي وتتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية والحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة التحالف خيرك سابق موسيقى